أن المواطن هو من ربما يدفع الفاتورة النهائية هل يوم في الجزائر أصبح من الضرورة وضع ربما نظام معين من أجل قضاء عن الوساطة في السلسلة الفلاحية بصفة عمالية لأن الفلاح يقول لك أنا ملقيش كيفاش نبيعه والسعر بخص ولكن المواطن في بعض الأحيان يشتكي أيضا أو في العديد من الأحيان يشتكي ويقول لك أنا أيضا أدفع أثمان باهيطة من أجل اقتناء المنتوجات صح قبل ما نرجع إلى مجال الشكوى خلينا فقط نزيل تقدم إضافة حبل سؤالك نعم طرحت سؤال وجيه وحضرت على أن حد المنتوجات البعية وذكرت على سبيل المثال اللحوم مرتفعة صحيح الآن لما نشوفه أنه كثير من المنتوجات المحلية المدخلات خارجية صح لا نتحكم فيها وبالتالي بطبيعة الحال أنه المنتوج في حذته يجي غالي لما نهضره عن اللحوم العلاف نظر أن نجيبه فيها الآن أصبحت هناك ميكانيزمات لأجل إغلاق صدائرة الإنتاج من خلال إنتاج الأعلاف تعالما محليا الآن لما نشوفه الدجاج الآن هو دير خمسين ألف ألف الدواج مني نرى نجيبه فيها اللقاح الدواج مني نرى نجيبه فيها الأم المبيض مني نرى نجيبه فيها كلها مستوردة وبطبيعة العالف نحن لا نتحكم في أسعار المدخلات هذا عنصر أساسي جدا وتم التفطن إليه الآن نشوفه عندما نشوفه الزيت الزيت وشيرات نرح نجيبه البذور وإنه الآن أصبح إنتاج البذور نسمعه الآن بمشاريع إنتاج قصب السكر إلى غير ذا على بيها الآن صحيح لما يكون هناك إنتاج ولكن إذا ما كانتش عندك المادة الأولية نحن ما رحكش غرج ما خلش صحيح نعنقو الزجاجة تبقى هناك تبعية تبقى هناك تبعية أزيد على ذلك كان إشكال كبير إشكال كبير ونربطه بسؤال تاعة كذاني تلقعها يشتكي إشكال كبير هو أننا الحالي نشكره صيد وزير التجارة من خلال خطة الطريق التي عرضها مؤخرا في صوفكس أحضر على تقييم تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنتوجات المستوردة بمعنى أنه من غير معقول أنه منتوج في السوق العالمي يدير مثلاً بقيمتنا إحنا 20 ألف نحضره على البنان مثلاً وهنا في السوق دعنا يدير بزيتينر صحي يقول لك لابد أن يكون هناك دراسة لعيكل السعر بمعنى أروح مش حال جريتو عندك لا تردو كرين أنا عامل فوتر ربما باين باين بابور جحان التخزين جحان ندير يعني التقييم العام صحي قال لنا ركتبع فيه بستمئة 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 الآن لابد أن نحن كمنظمة نطالب ورسمياً أنه هذه المقاربة يتم إسقطها على المنتوج المحلي صحي على المنتوج المحلي من ديروش دراسة هيكل الأخي يذكر لك في بعض الفواكه الموزيمية تم جمج يدير ستمئة دينار